موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على العشف المرسلين وسيد النبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه يا جمعين مازلنا بحاول الله وقوتي مع عبادة والإنسان كل ما عمره يزيد المفروض إن عبادته بتزيد طيب أنت بتكلمنا على كده على مفهوم صعب شوي مفروض الإنسان كل ما بيزيد عمره بتضعف قوته فإذا ضعفت قوته المفروض دي إيه اللي عمله نقول لهم الشريعة بتقول غير كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل القرآن في كل عام مرة في رمضان سيدنا الجبريل اللي ينزع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفضلوا يتدرسوا القرآن طول الشهر السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم مات فيها سيدنا الجبريل الدرسوا القرآن مرتين فهذا ذليله قال للعلماء هذا ذليله على استحباب الاكثار من العمل الصالح في نهاية العمر وابو موسى الأشاري رضي الله عنه لما كبر سنه وضعف عظمه أو ضعفت صحته ووهن عظمه اكتهد أيام اكتهد كان بيكتهد جدا في العبادة صايم على طول وبيصلي بالليال على طول وبيقر قرآن على طول فقالوا له رفقا بنفسك انت رجل كبير وسنك ما تستعملش كلامنا فحط قاعدة جميلة جدا القاعدة دي بتقول ايه بتقول ان الخيلة اذا قاربت نهاية السباق اخرجت كله ما لدي فانا النهاردة انا داخل في سباق السباق ده هيخلص ام ده ما حرفش يمكن السباق النهاردة يعني ايه كانوا زمان عاملين مقالة في الجرنان و جايبين ممثلين وممثلات فبيسألوهم لو انت هتموت بكرة هتعمل ايه فانا اللي حتى مش هسيب المشاويين ممثلين وممثلات هقول الصالحين والصالحات هقوله لو بكرة هتموت هتعمل ايه فهي كده يا جماعة القاعدة عندنا انك في الدنيا كأنك غريب او عبر سبيل انا دخل في الدنيا دي غريب فانا هيضبك معدي كده وماشي او عبر سبيل اللي انا مسافر فانا جاي وماشي كانوا يقولوا الدنيا ليست داره مقر ولكن الدنيا ممر فالدنيا دي ممر ما بيكلمه عن الانسان وعمره فبيقولوا ان الانسان له اعمار في عمر اللي هو كان في ظهر ابي ادم من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلق وخلا في ظهر ابي ادم لحد ما بقى جنين في بطن امه ومن بقى جنين في بطن امه لحد ما مات وما مات يبقى في القبر لحد ما يبعث يوم القيمة ويوم القيمة من ساعة ما يبعث يوم القيمة لحد ما يبقى الجنة او نار او لحد ما يبقى في خلود او في جنة او في نار فهتلاقي ان اقصر الاعمار العمر بتاعنا في الدنيا فليه العمر ده ما نستغلش كل فطاعة اللحب يعني ليه ما نجتهدش يعني ليه كتير مننا مسك المصحف ويقرى جزء ويقولك أنا خلصت جزء بتاعي خلصه ليه ما تقراش جزء واثنين وثلاثة وعشر وخمستاشر وعشرين ليه ما تختمش كل يوم الرجل بيقول ايه قال لو سمعت بأحد من الصالحين تعبد ما سمعت بأحد من الناس تعبد إلي الله بعباده إلا وجئت بمثلها وزدت علي أو وجئت بمثلها وزدت علي التاني بيقول لو سمعت بأحد من الناس تعبد إلي الله بعباده فلم أستطع أن آتي بمثلها أو لم تستطع أن تأتي بمثلها فانفلقك بيدك فميت ما كان ذلك على الله كثير فالنهار ده ما تقولش إنه إيه لا 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 كفاية كثير لا اكتهد كل يوم تكون في زياد حتى الأية بتاعتنا بتقول إيه لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينا والعلماء التفسير يقولوا إيه بيقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر يبقى ما فيش حاجة اسمها ثابت إنت عملك بيزيد يبقى بتتقدم واقف مكانك يبقى أنت تتأخر لأن العمر بيزيد فالمفروض عملك يزيد فإيه سلم يكن هناك في زيادة في عملك يبقى أنت في نقصان يبقى النهاردة حيثين نوصل لإيه أن العبادة كل يوم زيادة لازم كل يوم زيادة ولو أي حاجة لو أي زيادة لو ركعة زيادة لو تسبيح زيادة لو صدقة بجنيه زيادة المهم نكتبق في زيادة النهاردة أنا كلم عن قراءة القرآن وقرأت القرآن فضائله أكثر من أن تحصوا يعني إيه عشان أنا عشان أنا أنا كنت مجاهز لكم مثلا حالة بتاع ساعة ونصف ساعتين فهما ميدينه الربي ساعة فهي أنا هقول لك على قد الربي ساعة بتاعك والباقي لعل الله سبحانه وتعالى يوسر بمجال أخر لنتكلم فيه عن كل الفضائل ولكن خد فضل مثلا من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به عشر حسنات الحرف مش بحسنة الحرف بحشرة الحرف بحشرة يعني أنت لما تقول ألف لاميم تبقى كم حسنة كده ألف لاميم بعض العلماء التلاتين ألف بعشرة ولم بعشرة ومين بعشرة سيدنا بس امكان قال لا أقوله ألف حرف لا أقول ألف لاميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف بعض العلماء قال لك لا ألف دي ألف ولام وفاء ولام دي لام وألف وميم وميم دي ميم وياء وميم معنى كده أن ألف لام ميم بتسعين حسنا فالمخدوني المخدوع اللي ما يقراش كل يوم القرآن كله يعني لما تسمع أن سيدنا عثمان ضي الله عنه كان بيقرأ القرآن كله كله ليلة في ركع وحده يبقى أنت مخدوح أنك أنت متقراش كله ما تقرهوش ليه يبقى النهاردة محتاجين إن إحنا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث بيقول مجتمع قومهم في بيتي من بيوتي اللي هي تلون كتاب الله ويتدارسونه وبينهم إيه اللي واحد عد معي نازلت عليهم السكينة السكينة ينسل السكينة دي لا يعني إيه أنا مش عارفة وصف السكينة لكن السكينة دي قمة الهدوء وقمة الراحة قمة الطمالينة قمة الريضة حاجة كده أحاسيس الدنيا الناس كلها عملت تكريب من الدنيا وإنت ساكن مطمئن عارف إن رزقك يجيلك لحد عندك إنت تعبان مريض شوية الناس كلها قلقانة وبتاعه وإنت مطمن إن من يبتلاك هو بك رحيم وهو بك شفيق وهو بك رؤوف وإن هو يكشفه عنك نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة يا رحمة ربنا عملت تلف حواليك وتلفوكو وإيه وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندك الله جل جل يذكرك يعني إيه عشان تقولين ربنا يذكرك إيه إيه ربنا إنت مين إنت عشان رب العزة جل 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 يذكرك عشان إنت أرى كتاب ربنا يوم يذكرك في من عنده مين عنده مين الملائكة ملائكة الأعلى جبريل عليه السلام إنت أذكره واسطى أبيض واسقيت والوقيت وهو بيذكرك أمام الملائكة الأعلى هذه فضلة ثانية فضلة ثلاثة من قراءة القرآن إنما صلى الله عليه وسلم يعني بيقول أيكم يغضوا إلى وطحان أو إلى العقيق اسم مكان فيأتي منه بناقتين كوما وميني عظيمتين في غير إثم ومقطعة رحمة منكم كل يوم الصباح يروح لحتة سنة وطحان يجيب نقطين حاجة جميلة كده طويلة عريضة حاجة تملى العين كده فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يحب ذلك فقال لئن يغضوا أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خيروا له من ناقتين لو أنت روح تصل الصبح وعطى تطقي رأيتين أحسن من أنك أنت تروح جماليا أحسن من أنت تجيب عربيتين برسيلس أحسن من تجيب عربيتين بم دابليو أحسن من تجيب عربيتين همر أحسن من تجيب معرفش جديد عندك وإيه عشان طيق رأيتين بس دول في الجنة ودي في الدنيا إيه اللي يحب معاك يبقى في الجنة ولو في الدنيا فأجل القرآن العظيم عظيم أخذ الأكور سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيقسم الناس إلى أربعة أترج وتمرى وريحانة وحنظلة أنا عايزك تختار أترج اللي هي تفاح اللي هو التفاح الأمريكاني قالوا في الأترجة قالوا إن طعمها طيب وريحوها طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة أترجة تفاح حاجة كده تقرب من من أخيرك رحيتها حلو تاكل طعمها حلو فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به مثله كمثل الأترجة طيب اللي بيقرأ القرآن وبيعملش به حلو برضو بس تمر طعمه حلف وما ليش ريحة المنافق اللي بيقرأ القرآن ولا يعمل به ريحته حلوة زي الريحانة لكن طعمه مر اللي المنافق الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الحنظلة تختار إيه إنت اختار لي نفسك تبقى أترجة ولا تمره ولا ريحانة ولا تبقى هنظلة أكيد كلها نفسنا بقى ترجه فإيه المانع لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لان تنلوا البرة حتى تنفقه مما تحبون فإنت بتحب البطيخ تقوم جاي بطيخة وديها لواحد فأيها سيدنا عم طلعه ابن عمر ودي الله عنهم كان بيعمل كده بيحب السكر فيتصدق بالسكر يقول لان تنلوا البرة حتى تنفقه مما تحبون خد الجميلة دي الجميلة دي الحديث بتاع سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض تبقى منور بالقرآن وذخر لك رفع وذخر لك في السماء سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن شافع مشفع شافع مشفع ييجي القرآن يوم القيامة يقول يا رب شفعني فيه فيشفعك الله فيشفعه الله القرآن يأتينا القبر ودي جميلة من الحاجات العجيبة جدا جدا ان انت ميت وقبرك العذاب جاي العذاب ايه جاي فيأتي القرآن ويقف يقول لمد خلالك من قبل مش هتخش من هنا يرجع يوم يرجع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن شافع ومشفع وماحل مصدق ماحل أي ساعي مصدق خصيم جدل يقف لا لا رب ما تعزبوش عشان كده يقول من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة وما جعل القرآن خلفه ودفعه إلى النار خد الجميلة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله ياه انت حفظ كتاب ربنا وكت بتعمل فيه فيجيء القرآن يقول ايه يا رب حله يا رب جميله يا رب زينه يا رب حليه فيلبس تاج الكرامة كده تاج الكرامة مين اللي هي اللي بيستاج الكرامة ده بتاع القرآن ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة العباية بقى والجمال بتاع الحلل دي ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ ورقى ويزداد بكل آية حسنة عشان كده أهل الألم يقولون ان درجات الجنة على عدد آيات القرآن فكل آية انت تقرأها تطلع في الجنة تطلع 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 لحد آخر آية هي أعلى درجة في درجات الجنة بص الجمال ده بص الجمال ده مين اللي بيعمل ده كله القرآن معايا حديث جميع اللي عايز أقوله لكم رائع الحديث من الحديث ابن عباس رضي الله عنهما بيقول فيه من قرأ القرآن لم يردوا إلى أرزل العمر أو الأثر من أثر ابن عباس يقول من قرأ القرآن لم يرد إلى أرزل العمر أرزل العمر إن الإنسان يبدأ ينسى عشان كده كانوا يحطوا قاعدة بيقولوا أن صاحب القرآن لا يخرف صاحب القرآن ما بيخرفش أبدا ليه سيدنا ابن عباس يقول لك إيه يقول لك وذلك لقوله سبحانه وتعالى ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بيفسر إلا الذين آمنوا إلا الذين قرأوا القرآن يبقى لا يرد أبدا حامل القرآن ولا قرأ القرآن إلى أرزل العمر لأنه لا يرد أسفل سافلين المطلوب منك إن إحنا نعمل برنامج مكسف رمضان إن إحنا في العشرة يام الأولين بنكتهد إن إحنا نختم القرآن كل ثلاثة يام في العشرة يام بنختم كل يومين في العشرة أخرى بنختم كل يوم كلام ده كتير قوي لا مش كتير إذا بتطلب مستحيل لا مش مستحيل حاولتك ما تقولش أحاول ولا أجرب حضرتك قول إن شاء الله شيخ الإسلام عليها رحمة الله لما قيل له كان بكلمة أنتصر على التطار أنا أنتصر أنا أنتصر فقالوا قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا فأنت أقول إن شاء الله هأره إن شاء الله مش سأمنا المصحف إن شاء الله مش هتسيبه تبقى تحقيقا لا تعليقا الحلقة خلصت والقرآن لسه مخلص لنا كلام لنا فيه لقاء آخر هذا وصلى الله وبرك عن نبي محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة